بسم الله الرحمن الرحيم فيديو يخص طلاب الصف الثاني السنوي لتأكيد بياناتهم على موقع وزارة التربية والتعليم لكي يتم الحصول على الأكواد الخاصة بالامتحانات في نهاية العام الدراسي هذا العام 2019-2020 فيه طبعا عندنا قبل ما تخش على الموقع اللي هتأكد عليه البيانات افتح التابلت بتاعك الأول وخش على الإعدادات بعد ما تدخل على الإعدادات هتلاقي فيه في الآخر خالص كلمة أباو التابلت أو حول الجهاز اللوحي بالعربي هتختارها وبعد كده هتظهر قدامك البيانات اللي قدامها دي محتاج انت منها IMEI دي البيانات دي هي اللي هتبقى مطلوبة معك مع الرقم القومي الخاص بالطالب وطبعا الرقم القومي بقى موجود في شهادة الميلاد بتاعة الطالب لو ما طلقش بتاعها وموجود في البطاعة بتاعته لو كان كان طالع بطاعة يبقى احنا معنا دلوقتي IMEI ومعنا الرقم القومي هتدخل على الرابط ده وهحطه لكم أسفل الفيديو بعد ما تدخل على الرابط ده هيظهر لك النفيذة اللي قدامك النفيذة مكتوب فيها التقدم للاختبار الإلكتروني للصف الثاني وتأكيد صحة البيانات وطلب إنشاء أكواد الاختبارات هتختار من هنا هتحدد الجنسية بعد ما تحدد الجنسية وتكتب IMEI هيظهر لك النفيذة اللي موجودة قدامك هتكمل طبعا بياناتك طبعا IMEI ديوات جابناها من التابلت والرقم القومي جابناها من شهادة الميلاد أو البطاعة بعد كده بتحدد تاريخ ميلادك اليوم والشهر والسنة وبعد كده بتاخد محافظة الميلاد وبعد كده بتحدد إنه زكرا وونسا وبعد كده بترغط على تسجيل الدخول بعد ما ترغط على تسجيل الدخول هيوم جابلك بياناتك كاملة وهنختار محافظة الميلاد ده المحافظة اللي انت تولدت فيها والعنوان بتاعك هيبها مكتوب تلقائي ورقم المحمول بتاع ولي الأمر ورقم المحمول بتاع الطالب ده بتاع الطالب والمفروض بتاع ولي الأمر بعد كده وده الإيميل بتاعك بس يكون إيميل شغال سواء إيميل للوزارة لو كان شغال أو إيميل خاص على الجيميل أي إيميل خاص بك يكون متأكد إنه هو شغال بعد ما تخلص البيانات اللي موجودة قدامك بتضغط على إرسال طلب إنشاء الكود بيجي لك رسالة تانية وإلاك أنت متأكد إن البيانات دي مظبوطة بتضغط على برضو تأكيد مرة تانية بيدي لك رسالة برضو مرة تالتة ويطلب منك إنه هيجي لك البيانات يبقى بيطلب منك أنت أكيد تلات مرات يبقى كده في الآخر بيجي لك إنه تم تم الانتهاء من تسجيل بياناتك الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لطلب التانية السنوي وإن شاء الله إحنا دايما أي معلومة جديدة أو أي طلب جديد خاص بوزارة تربية التعليم أو خاص بالتعليم بنتابعكم عليه ونطلقكم عليه لعلشان نكون موجودين دايما في الصورة لو أنت تابعت القناة بتاعتنا واشتراكت فيها وفعلت زر الجرس وضغط لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديوهات قادمة إن شاء الله